تحياتي لكل مدرب في كرة القدم فترة نهاية فترة انحدار مهما حاول ربما في حالات خاصة مثل السير أليكس في ريكسون عشر سنوات طويلة من الذهب ولكن لو كان يتنقل من فريق لفريق على الأغلب كان يدخل في مرحلة انحدار مدربين أساطير اضطروا يدربوا في النهاية منتخبات وأندية بعيدة كثير عن مستواهم المعامل المدرب الشاطر اللي بأخر لحظة الانحدار اللي بأخر لحظة أنه بلش ينزل مش أكثر لأنه هذه سنة الحياة لما يكبر الشخص في العمر خطابه التحفيزي للجيل الشاب ببطل مؤثر زي زمان فهمه لكرت القدم بتصير كرت القدم مختلفة أسرع من الإنسان اللي بتقدم بالعمر هذه طبيعة حياة ولي كل زمان دولة ورجال وبعد خسارة مورينيو وتتنهم من إيفرتون بهدف مقابل لأشي ننسى السوشيال ميديا أروح على الإعلام كانت ردة الفعل غريبة وكأنه الفريق صار أخير الدوري مهدد بالهبوط في مباراة واحدة ضد فريق الكل عارف أنه هيجي وضعه أفضل هذا الموسم اللي هو إيفرتون وبيدربه مدرب مثل كارلو آنشيلوتي يعني الموضوع طبيعي تخسر مع إيفرتون طبيعي بس أرادة الفعل القاسية بتوريق قديش الصبر على مورينيو صار قليل هذا أولا بوريق قديش الضغوط على توتنهم أنه يرجع مرة ثانية من التوب فور كبير فمورينيو الآن بييده بييده يحدد مسيرته بييده يحدد وقت انحيدار مسيرته الآنها جاي لأنه توتنهم تبدو كأنها الفرصة الأخيرة بالنسبة إلي لو فشل بتوتنهم مورينيو ممكن نشوفه بروح بمنحة كثير بعيد عن الواجهة وعن الأضوار كان دائما معروف الفرق اللي فيها مورينيو فيها روح فيها قتالية فيها حماس لآخر دقيقة بعد موسم الأول مع يونيتد اختفى هذا الشيء الموسم الأخير مع تشيلسي شفنا أنه مش موجود والآن مع توتنهم ما حسينا بهذا الشيء مورينيو مطالب يرجع بث الروح في توتنهم زي ما كانت موجودة مع بوكتينه زي ما كانت موجودة بكل الفرق اللي دربها جزء أنا بحب مورينيو بس خليق نكون صارحين إذا فيشل هذا الموسم أنه يروح على التوب فور أو ينافس بشدة على التوب فور إذا ما تقهل التوب فور لازم يجيب كأس من الكؤوس محتاج شيء يعطيه وقت يعطيه ثقة ويستعيد الهيبة بينه وبين اللاعبين يعني ما يطلع يعمل لي تصريح زي تصريح إفرتون اللاعبين كسالة وهذا الكلام اللي بالتأكيد هذا اللاعبين لازم يفهم أنه الآن لم يعد جزء 2012 لم يعد جزء 2008 لم يعد جزء اللي الكل يشوفه حاصد الألقاب فترة يونايتد هزته نهاية موسم ريال مادريد هزه نهاية موسم تشيلسي هزته فالناس واللاعبين أصبع عندهم انطباع أنه هذا بيجي بثقلنا بضغط نفسي رهيب وبالنهاية بيطلع بمشاكله بروعه فريق تاني وبيسبع الفريق السابق يعني لازم يفهم هذا الشيء لازم يكون هادي يدور ويركز أكثر بتفاصيل المباريات أكثر مما يركز بأمور شخصية وأكثر 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 أنه ينسى كل شيء يعمله زمان ويركز بتجربته الحالية إنجازاته السابقة 3 برمير ريج ولا 50 ما لهم معنى الآن بالنسبة لكل لعب من توتنهام إحنا بدنا نفوز بشيء وفقط مرنوا بيعيش فرصة أخيرة أتمنى له التوفيق فيها لأني بحبه بس خلينا نشوف لأنه المؤشرات اللي شفناها في الملعب من برأة الأولى مش مطمئنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر